موسيقى جولة اخبارية جديدة من تلفزيون حضر موت مشاهدين الكرام نستهلها بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب للاطلاع على مستجدات الأوضاع رئيس الوزراء يناقش مع السفير الفرنسي لدى اليمن الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات تكريم اكثر من مئتين حافظا وحافظا لكتاب الله بالمكلة موسيقى كانت هذه ابرز العنوين واليكم التفاصيل اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزا ومواساة في استشهاد قائد المقاومة في جباة الحزبية موسى محسن المجدري جراء عملية ارهابية غادر وجبانة في العاصمة المؤقتة عدن اجر رئيس الجمهورية في البرقية الى المواقف البطولية التي سطرها الشهيد ورفاق دربه من الابطال في مواجهة الماليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا ودفاعا عن الثورة والجمهورية وعزة وكرامة الشعب اليمنية معبرا عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان اشهد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يسطرها ابطال الجيش الوطنية والمقاومة في معارك التحرير واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتخليص الوطن من شرورها وما تسببت به من معانا لابناء الوطن عامة جاء ذلك خلال اتصال هاتفية نجره فخامة الرئيس بمحافظ مأرب سلطان العرادة للاطلاع على مستجدات الاوضاع الميدانية والعسكرية وروح المقاومة والتضحيات التي يسطرها ابناء مأرب الشرفاء جنبا الى جنب مع الجيش الوطنية في خندق الدفاع عن الارض والعرض وصد جحافل التمرد والانقلاب الحوثية المدعوم ايرانيا التي تقصف الاعيان والمنازل والاسر والابرياء ومناطق النزوح كعادتها الهمجية الاجرامية التي لا تمت لليمن والانسانية بصلة اكد رئيس الجمهورية على قدرة وتلاحم الشعب الياباني في جميع المحافظات في مقدمتها مأرب لتحقيق النصر على ماليشيات الحوثي الايرانية بدعم واسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لفت فخامته الى بشائر النصر القادمة لكل اليمن لينعم الشعب بالامن والسلام والاستقرار البنشود مترحما على ارواح الشهداء ومتمديا اشفاء العاجل للجرحاء ناقش رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى اليمن جان ماري صفا الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والدور الفرنسي الداعم للشرعية وامن واستقرار اليمن وتطرق لقاء المستجدات الجارية على الساحة الوطنية في اطار الموقف الدولي الموحد للوصول الى حل سياسي ودعم المبعوث الاممي الجديد لانجاز مهمته بما يؤدي الى احلال السلام ووضع حد لمعاناة اليمنيين والتنسيق المشترك في هذا الجانب مما في ذلك الضغط على ماليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في طهران لوقف هجماتها على المدنيين والنازحين في مأرب واستهداف الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية اجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة الشرعية على السلام وحق دماء اليمنيين وما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك يقابلها في كل مرة تعنت ورفض ماليشيا الحوثي بتوجيهات من داعمها في ايران التي كانت ولا زالت سبب اساسي في كل هذا الدمار والخراب الذي لحق باليمن مشيرا الى ان التصعيد العسكري للحوثيين واستهداف المدنيين والنازحين والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية مؤشر على مضي هذه الماليشيا في حربها وعدم انصيعها لخيار السلام ما يتطلب موقف دولي حازم وواضح من ذلك لفد الدكتور معين عبد الملك الى تطورات الجارية على صعيد استكمال تنفيذ اتفاق الرياضة وعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها في الداخل والخطط القائمة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية للاهتمام بالوضع الاقتصادي والخدمية وتخفيف معاناة المواطنين والدعم الدولي المطلوب للإسهام في انجاح عمل الحكومة مؤكدا ان الحكومة ماضية بالتوازي مع معركتها العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب في خطتها لتنفيذ الاصلاحات ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها ثم نرئيس الوزراء الدعم الاخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن وشعبها وما تقدمه من اسناد في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الايرانية منوها بدعم الاصدقاء الفرنسيين للحكومة الشرعية وحرصهم على احلال السلام واسناد جهود الحكومة على المستوى الثنائية والدولية ادانت بلادنا واستنكرت بشدة هجوم الماليشيات الحوثية المدعومة من ايران على اراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة التي كان اخرها اطلاق ثلاث صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها ان تلك الاعتداءات الارهابية المتكررة والممنهجة التي تستهدف المدنيين الامنين والاعيان المدنية تعكس بشكل جلي سلوك هذه الجماعة المتعنتة واسرارها على زعزعة الامن والاستقرار الاقليمية ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانسانية وهو امر يتطلب موقف دولي حاسم لوقف ذلك التصعيد الخطير التي تمارسه هذه الماليشيات ومحاسبتها اضافت الوزارة ان هذا التصعيد الخطير للماليشيات الحوثية بالاضافة لاستمرار عدوانها وانتهاكها لحقوق الشعب اليمنية واصرارها على مواصلة الحرب ورفضها لكل مبادرات السلام وتهديدها لامل الملاحة الدولية في البحر الاحمر ما هي الا انعكاس لارتهان قرارها السياسي لصالح الاجدة الايرانية وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية تضامنها التام معها وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير اجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة وحماية اراضيها ومواطليها والمقيمين فيها والحفاظ على املها واستقرارها ناقش وكيل اول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي مع المدير العام لصندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت عبدالله محسن الحامد سير تنفيذ مسح الحالات الجديدة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ومنها مسح ميداني لثلاثة الاف اسرى مستفيدة في مديرية بروم ميفاع هذا الشهر ضمن المشروع الطارئ النقد مقابل الغذاء الممول من البنك الدولي عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية سعرض اللقاء ابرز الانشطة التي نفذها الصندوق خلال هذا العام ومنها صرف الحوالات النقدية الاخيرة لمستفدي الضمان الاجتماعي في مختلف مديريات ساحل حضرموت البالغة ستة وثلاثين الف ومئتين واربعة وتسعين حالة بمبلغ ربعي معتمد اربعة وسبعون مليون ومئتين وتسعة وستين الف ريال والاجراءات المتخذة لتسهيل عملية الصرف وتمكيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي من استلام مستحقاتهم المالية بسهولة هذا وتطرق اللقاء الى الصعوبات التي تواجه فرع الصندوق ووضع حلول لها اطلع وكيل اول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على انشطة مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة استمع الوكيل بن حبريش من مسؤول العلاقات بالمؤسسة صالح مسيعد ومديرة مكتب المكلة زال العريقي الى اضاح حول انشطة المؤسسة وتدخلاتها في خدمة الاطفال ورعايتهم وتأهيلهم اهتمام المؤسسة ببرامج المرأة وخاصة بتعليم الفتاة بالاضافة الى استعداداتها للمشاركة في مؤتمر الطفل الدولي الثالث بالاردن الشقيق الذي يهدف الى تشقيص واقع الطفل في مناطق الصراعات ومخيمات اللجوء ودور المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والخاصة في حماية حقوقه وتوفير احتياجاته ومتطلباته الاساسية وحمايته من الظواهر الناتجة عن الصراعات اكد وكيل والحضرموت على اهمية دور المؤسسات المجتمعية والتطوعية في اسناد الجهود الرسمية لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المشاريع التي تخدم المرأة والطفل حاثا على دعم ومساندة هذه المؤسسات وتمكينها من اداء مهامها وخدماتها جرى في سيئون التوقيع على اتفاقية شراكة لدعم وتأهيل وترميم قسمي العظام ورقود الرجال بهيئة مستشفى سيئون العام بالوادي والصحراء بتمويل مشترك بين السلطة المحلية ومنظمة يمن ايد تشمل الاتفاقية التي وقعها عن السلطة المحلية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري وعن مكتب الصحة مدير عام الصحة دكتور هاني العمودي وعن هيئة مستشفى سيئون رئيس الهيئة دكتور انيس عيديد وعن منظمة يمن ايد مدير مكتب المنظمة باليمن ماجد حميد الحاجة القيام بأعمال التربيم والصيانة ودعم قسم العمليات تخصص العظام بأطقم جراحية ومستلزمات ومعدات طبية لإجراء عمليات جراحية في العظام اضافة الى تعزيز دور القسم والمساعدة في تخفيف العب عليهم ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم العظام داخل الهيئة وقضت الاتفاقية بانجاز اعمال هذا المشروع خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ومن ثم تقديم دوات ومعدات للهيئة بالتنسيق مع قسم العظام ورفع تقرير شهر عن سير عمليات العظام والية الاستفادة من هذه الادوات واجمال الحالات المستفيدة نوع التدخلات التي اجريت لها خلال فترة سنة كاملة على ان تبدأ بعد الانتهاء من ترميم المبنى اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء صام الكثير على نشاط فرع اتحاد نساء اليمن بالوادي تعرف الوكيل الكثير من رئيسة الاتحاد فاطمة النوبي على اهداف الاتحاد في بناء قدرات المرأة اكسابها مهارات مهارية من خلال التدريب والتأهيل النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا توعيتها للقيام بدورها الفعال في عملية التنمية مؤكدا اهتمامه بقطاع المرأة ودعمها في الحصول على كامل حقوقها مشيدا بمستوى تدخلات الاتحاد في الدفاع عن حقوق المرأة تنميتها وصقل قدراتها وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها تفقد وكيل محافظة حضراموت لشؤون الفنية المهندس امين بارزيق ووكيل المحافظة حسن الجيلاني سير العملية التعليمية في مدارس سالم بن محفوظ الاهلية بمديرية دوعان وطلع بارزيق والجيلاني ومعهم المدير العام لمديرية دوعان سالم بن خرى على الانشطة التي تمارس وتضيف للطلاب مهارات وقدرات جمة للارتقاء بالعملية التعليمية اطافوا بالصفوف التعليمية والمختبرات ومعامل الحاسوب ومشغل الحياة اليدوية للطالبات الصالة وملاعب الرياضة والعاب الاطفال وكذا غرفة الابتكار والاختراع والافكار لتخريج طلاب في المجالات الحرفية والمهلية التخصصية قمنا اليوم بالزيارة لمدارس الشيخ سالم بن محفوظ اطلعنا على سير العملية التعليمية فيها وايضا الخدمات التي تقدمها الطلاب هذه المدارس حقيقة نموذج رائع جدا لمدارس تقدم خدمة ايضا للمجتمع حقنا اطلعنا على الانشطة التي تمارس في هذا المدرسة التي تضيف اضافة للطلاب عدد من المهارات والقدرات احتفت مدينة المكلة عاصمة حضر موت بتتويج 213 حافظا لكتاب الله منهم 34 مجازا ومجازا برواية حفص وثلاث مجازون بالقراءات في مهرجان تاج الوقار الواحد وعشرين الذي اقامته الجمعية الخيرية لتعليم القرآن وخلال المهرجان نقل وكيل المحافظة المساعد فهم باضاوي تهالي ومباركة محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بهذا الحدث القرآني المهيب مباركا لأبنائه الخريجين ولأسرهم هذا الشرف العظيم لحفظهم كتاب الله عز وجل وأعلن عن تكفل المحافظة بتسجل مصحف مرتل لحفاظ الجمعية كمساهمة ودعما للحفاظ وابتهاجا بهذه المناسبة بدوره نقل مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بصاحل حضر موت تحيات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيب تأكيده على المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق المعلمين والمعلمات لإخراج جيل قرآني فاهم لتعاليم القرآن وزارة الأوقاف والإرشاد والمكتب بمثلة في حضر إفساح الحضر موت يدعم هذه المشاريع ويدعم هذه الاحتفالات وهذه الأشياء وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كل ما تقدم به هذه الجمعية وكل جمعيات التي تساهم في هذا الشيء الطيب الذي يختم المجتمع هذا المهرجان يأتي يعني بعد فترة من السنوات والسبب في ذلك وانتشار وباء كورونا فاختزلنا هذه الفترة بإذن الله تعالى في هذا اليوم وهو تكريم لسنة 2017 إلى 2020 وأتمنى إن شاء الله يكون هذا الحفل حفل متوج بطاعة الله تبارك وتعالى والتوفيق لما يحبه ويرضاه نشكر الله سبحانه وتعالى على إتمامه حفظه والإيجادة بالسند والأخذ القراءات العشر المتصلة وسنده للنبي صلى الله عليه وسلم فبعد أشكور الله سبحانه وتعالى نشكر الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم على تاحت لنا أو سهلت لنا هذه الأمور الصعبة التي كانت عائق في طريقنا فنشكر الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع المكلة أن تاحت لنا هذا الفرصة فإزاهم الله خير عنا خير الجزاء دشنت مؤسسة بصمة حياة للأعمال الإنسانية مشروع انتاج الزي والحقيبة في العاصمة المؤقتة عدن بالتعاون مع الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم ضمن التمكين الاقتصادي لسبل العيش وخلال حفل التجهين أشاد مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام لللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه بالدور المتميز لمؤسسة بصمة حياة والشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم في تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين بدوره أوضح رئيس مؤسسة بصمة حياة للأعمال الإنسانية خالد الشيخي أن هذا المشروع ياتي في إطار مشاريع النقد مقابل العمل وسبل العيش وتمكين المرأة اقتصاديا عقدت بمديرية ساف عاريات ورشة العمل حول العمل المؤسسي لمنظمات المجتمع المدنية بين الواقع والطموح نظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضر موت وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها أربعون كادر إداريا يمثلون منظمات المجتمع المدنية أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضر موت الدكتور عبدالله باجهام أن التأهيل الإداري يعد من أولويات عمل مكتب الوزارة في الوقت الراهن حاثا منظمات المجتمع البدني على تلبية احتياجات العنصر البشرية في التدريب والتهيل لتحقيق الريادة والتميز في العمل المؤسسية موجهن الدعوة للمنظمات الدولية للتوجه بمشاريعها لهذه المنطقة احتفلت مدينة سيئون بتكريم مئة واربعة من الأيتام المتفوقين للعام عشرين 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 واحد وعشرين وافتتاح العام الدراسي الجديد بوادي حضر موت وفي الحفل بارك مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري التفوق للطلاب المكرمين حاثنياهم على بذل المزيد من الجهد في التحصيل العلمية مثمنا دور منظمات المجتمع المدني ومساندتها لجهود السلطات المحلية التي تجسد التكامل بين أضلاع التنمية بدورها اشار المديرة تنفيذي لفرع مؤسسة الوصول الإنساني بوادي حضر موت مونير هود أن التكريم يأتي انطلاقا من حرص المؤسسة واهتمامها بالتحصيل العلمي وتشجيع الطلاب على مواصلته باعتباره المسار الصحيح والأمثل للهوض بالمجتمعات والرقيبها عقد مكتب الصحة والسكان بساحل حضر موت لقاب اللجنة الاستشارية وأطباء العبوم بمركز العزل بفلك لمناقشة آلية استقبال حالات كورونا بعد استئناف العمل وتشغيل المستشفى استعرض لاجتماع خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة وكيفية استقبال حالات كورونا وتقديم الخدمات العلاجية ورعاية الصحية للمرضى بالمركز وناقش اللقاء كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل المستشفى وكيفية معالجتها واستعداد مكتب الصحة والسكان لتذليل كل الصعاب وسعي مع الجهات المختصة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة رياضيا خصص الجهاز الفني للمنتخب اليمني الولمبيا التدريب الصباح لتكثيف الجانب اللي يقيل اللاعبين واعتمد على الجري لمسافة طويلة لرفع الجاهزية او لرفع الجاهزية اللياقية على ملعب الشهيد مخبال بالغيطة يعمل الجهاز الاداري للمنتخب على الترتيب لعقد مباراة تجربية نزولا عند رغبة الجهاز الفنية للوقوف على جاهزية المنتخب واختيار التشكيل النهائي اكد مدير المنتخب الكابتن حسن جبران ان المعسكر الاعدادي بمحافظة المهرة يمضي وفق البرنامج الذي اعده الجهازين الفني والادارية ويشمل تنفيذ حصص تدريبية لرفع جاهزية اللاعبين مؤكدا انضباط اللاعبين ببرنامج المعسكر والروح التي اظهروها خلال فترة الاعداد التي بدأت منذ الثالث عشر من اغسطس الماضي وشكر جبران دعم رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ احمد العيسي نائبه الاستاذ حسن باشنفر واعضاء الاتحاد كافة لدعمهم ومساندتهم للمنتخبات الوطنية المشاركة خارجية لتمثيل الوطن كما شكر قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة لدورها في انجاح المعسكر الى حالة التقص مشاهدين حيث تسود مدن ساحل حضرموت اجواء صحوة الى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا الى معتدلة رطبة ليلة في رياف الساحل والهضبة الجنوبية اجواء صحوة الى غائمة جزئيا تتحول الى سحب ركامية رعدية مع امطار متوسطة الى غزيرة على بعض الارياف ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا الى معتدلة ليلة فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية اجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع سحب رعدية ممطرة على اجزاء من رؤوس الاودية والهضاب ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار جافة نهارا الى معتدلة ليلة والان الى حالة التقصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب للاطلاع على مستجدات الاوضاع رئيس الوزراء يناقش مع السفير الفرنسي لدى اليمن الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات تكريم اكثر من مائتين حافظا وحافظا لكتاب الله بالمكلة وبالتذكير بالعنوير مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختاب هذه النشرة حتى الملتقى دمتم في أمان الله